أنا في بلدي الثاني في مصر أكيد كلامك بأن بين نادي وفاق الصيف الجزائري والأهلي المصري علاقة وطيدة علاقة لها تاريخ علاقة جد وممتازة النادي الأهلي بيكون موجود في وفاق الصيف بتم استقبال النادي الأهلي على أفضل ما يكون النادي وفاق الصيف بيكون موجود في القاهرة بتم استقباله ده اللي بيدل على العلاقة وأواصل العلاقة الوطيدة اللي بتجمع ما بين مسؤول الناديين وأيضا جماهير الفريتين أكيد لأن سواء النادي الأهلي أم النادي الصيفي هم فارقان عارقان لهم تاريخ عتيد طبعا بين سواء في التركيب البشرية بين اللاعبين أم بين المسيرين لعبين قدما لهم ثقافة لهم ماضي لهم بالمارس ولذا لا يمكن أن نستقبل فريق النادي الأهلي أو الفريق النادي الأهلي أو الوفاق الصيفي يستقبل في مصر بطريقة غير حضارية بطريقة تختلف عن قواعد الرياضة بصفة عامة وكورة القدم بصفة خاصة أحمد قندوسي الذي أحييه بالمناسبة هو تخرج من المدرسة الصيفية وكان له الحظ أن يلعب في نادي كبير اللي هو النادي الأهلي حاليا هو مستعار إلى فريق آخر نتمنى له كل التوفيق ونتمنى كذلك للنادي الأهلي توفيق ونتمنى مجاة أخرى أن نرى جزائريين لعبين جزائريين سواء كانوا من نادي وفاق الصيف أم من نوادي الأخرى الجزائرية يلعبون في ينضمون إلى فريق النادي الأهلي الذي هو غني عن تعريف أكيد النادي الأهلي مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية والنادي الأهلي أصبح ضيف دائم في كأس العالم للأندية ولكن النادي الأهلي ليس يمثل مصر فقط النادي الأهلي يمثل القرى الأفريقية ويمثل الكرة العربية شايف مشاركة النادي الأهلي إزاي؟ لا أكيد النادي الأهلي له خبرة له تاريخ له مسيرين له لعبين وكل العائلة الرياضية لوفاق الصيف يكونوا مناصرين للنادي الأهلي الذي يشرفنا والذي هو يمثلنا كلنا كعرب بأكيد فنتمنى له حظ سعيد وأن تحسن نتائجه في هذه الكأس والمشاركة العالمية وبطبيعة الحال نحن وراءه ونحن من مشجعي ونتمنى له حظ سعيد إن شاء الله جماهير الوفاق الصيفي هي جماهير تذوق كورة القدم وتعرف كذلك قواعدها ولهم تاريخ وذوقوا كذلك ذوقوا كؤوس ذوقوا بطولات لعبوا مقابلة كبيرة الفريق الوفاق الصيف شارك في بطولة عالمية ولذا نوعا ما هو أصبح إكزيجان يعني يريد دائما الأكثر صحيح إن الفريق في سنوات الأخيرة مر نوعا ما وخاصة الموسم السابق مر بأزمة مالية خانقة هذه الأزمة المالية إن شاء الله ستزول عن قريب ترجمة نانسي قنقر